السلام عليكم اخواني اخواتي مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي اعلان جديدة. بالنسبة للفيديو ما هو هو التتمة ديال الفيديو لحطيط الخاصة بالحصول على الديبلوم في الزراعة والبستنة للشباب اللي هم عندهم مستوى دراسي من السادس ابتدائي فما فوقه واللي كالتروح الاعمار ديال هم يعني ما بين 18 سنة حتى 35 سنة وبالنسبة لهذا الديبلوم هدا اللي غدي تاخدوه بالمجان يعني ما تخلصوا فيه ولو اللي غدي تاخدو ديبلوم ديال الدولة في الفلاحة اذا اه بالنسبة للمعلومات اللي جبت لكم اخواني جبت لكم المعلومات الخاصة بالوتائق اللي غدي تحتاجوه وبطريقة اللي اه غدي تديروها باش غدي تسجلوا في هاد اه المعد اذا بالنسبة للفيديو السابق اراني هضرت لكم على لمعهد ديال بن حمد اذا بالنسبة للوائح رام قسم الجوجة للوائحة من اللي سولت اه الرئيسة ديال الجمعية ديال الجمعية المغربية انجادة قالت لي بان التجال في المعهد ديال بن حمد راه تم الانتهاء منه يعني التجال في هذا اللوائح اللي هي كتخص اه الشهر اكتوبر وسبتمبر راه هو الآن بدأوا في التجال ديال اللوائح اه ديال نوفمبر و اه ديسومبر يعني شهر اهداشر وشهر طناعش واللي غدي يبدأ تسجال في الشهر عشرة شهر شهر يتسجال اذا بنسبة لهاد المعهد الثاني اللي هو كينفي يعني ديال تكوين كينفي خميس متوح مدينة الجديدة وفيه شهرين ديال التكوين وست شهور ديال استاج عاد كتشد ديبلوم ديال الدولة في المجال الفلاحة اللي هو تخصص ديال الزراعة والبستانة اذا بنسبة لها تقيقة ديال التسجيل المطلوبة كينين جوش ديال الصور عقد الازدياد واحد نسخة من الفيطاقة الوطنية واحد الشهادة مدرسية وكذلك نسخة الى عندك شنسخة من اخر ديبلوم شديته في المسيرة الدراسية ديالك اذا اذا كان امطفر عندك الديبلوم اذا بنسبة لشابب اللي هم عندهم ديبلومات خداوها في المسيرة الدراسية ديالهم يدروا لها واحد نسخة بالنسبة لهذا الوتائق اذا كان للوتائق هنا جودي للصور كان واحد عقد الازدياد واحد نسخة من البطاقة التعريف الوطني اللي الكارت ناسيونال واحد شهادة مدرسية ونسخة من اخر ديبلوم اللي اخذتي في المسيرة الدراسية ديالك اذا كان امطفر اذا بالنسبة لمستلزمات اللي غادي تجيب معاك يعني كطالب اللي غادي يكون في هذا المعاود هذا هي الملابس ديالك زائد الغطاء يعني المنطة اللي غادي تغطى بها ديالك يعني وكذلك الحواج باش غادي تخدمه في الطراب يعني غادي تخدمه في المجال اللي اللي فلاحها اذا هتجيبوا معكم الليبسة ديالكم اللي غادي تلبسوها في المدة ديال التكوين اذا بالنسبة للشباب اللي هما غادي تسجلوا عن طريقة الجمعية المغربية انجادة يعني عندكم بسبب المميزة ديال التكوين عندكم الداخلية يعني السكن مطفر بالمجان وكذلك المصارف للتسجيل بالمجان والادوات بالمجان زائد التكوين بالمجان اللي هو التكوين اللي فيه ثمانية شهور يعني شهرين ديال الدراسة وستشهور ديال السطاج بالنسبة للسن المقبول في هذا التكوين يعني ما بين 18 سنة حتى الخمسة وثلاثين سنة وذكور وإينات والمستوى الدراسي اللي هو مطلوب من السادس ابتدائي فما فوق يعني تكون عندك من السادس ابتدائي فما فوق الشباب ولا الشابات اللي عندهم مستوى دراسي من السادس يتسجلوا من السادس فما فوق تسجلوا في هذا في هذا التكوين هدا اللي غدي نوركم الطريقة للتسجيل في الأخر ديال فيديو وبنسبة للديبلوم اللي غدي تشدوه في الأخير ديال التكوين اللي هو فيه شهرين ديال القرية وستشهور ديال السطاج يعني أن درجة ديال التكوين اللي غدي تشدوه في الأخر عنده علاقة بالمستوى الدراسي مثلا أنت كطالب بغي تسجل فتتكوين هذا والمستوى الدراسي ديالك ما بين يعني السادس ابتدائي حتى التاسع إعدادي يعني الديبلوم اللي غدي تشدوه في اللخ يعني في ديال 8 شهور اللي غدي تدوه في المعد الديبلوم اللي تشدوه اللي غدي تحصله هو تقني في الزراعة والبستان يعني تكنيسيا فهذا التخصص هذا اللي غدي تاخدو ديال الدول يعني ديال اللي اف بي بي تي اما بالنسبة للشباب اللي عندهم مستوى دراسي من تاسع إعدادي فما فوق فإنهم في النهاية ديال تتكون يعني في المدة ديال آآ 8 شهور غدي حصلوا على تقني متخصص في الزراعة يعني والبستان التكنيسيا سبيسياليزي فهذا الضمينا دا اللي غدي ياخدو من آآ يعني ديال ديال الدول بالنسبة للطريقة ديال التسجال فهذا المعادة دا يعني الطريقة ديال بيديد التسجاد من انطلاقا من شهر عشرة يعني التسجال عن طريق هذا الرقم الهاتف اللي كيبلكم أمامكم غدي تدخلوا لهذا الرقم هذا وعبر الواتساب وغادي ترسلوا الاسم ديال لكم والمدينة ديال لكم يعني من بعض غادي تم تسجيل ديال في الواتساب من بعد غادي اخبروكم عن موعد الالتحاق بالمعهد اللي غادي تدوز فيه لمدة ديال تكوين ليا تمانية أشهر يعني شهرين ديال الدراسة وستشهور ديال السطاج من بعد غادي تشد الدبلوم ديال حسب المستوى الدراسي اللي انت تسجلت بي يعني طريقة اخواني اللي غادي تسجلوا في هذه المعددة او لفادي تسجيل فادي اللي ستدل غادي يكون ديال شهر 11 والشهر 12 في المعددة التكوين في خميس متوح في مدينة الجديدة طريقة انكم تواصلوا مع الرقم هذا اللي يبن لكم امامكم الرقم ديال الجمعية ديال انجاد يعني الجمعية المغربية انجاد بالنسبة للطريقة اخواني غادي تواصلوا مع هذا النمر هذي غادي صفتوا الاسم ديال وكذلك غادي صفتوا المدينة اللي انتم مساكنين فيها يعني غادي ديروا الاسم والكنية تحتمن غادي تديروا المدينة انتم مساكنين فيها من بعد آآ يعني آآ الجمعية غادي تسجلك في احد الزراعي من تلك الساعات غادي يجمعوا العدد اللي بغاوهم في هذا المعهد هذا من بعد غادي يخبروك عن الموعيد للالتحاق بالمعهد اللي غادي تدوس في مدى التكوين اذا هذي الطريقة للتسجال في هذا التكوين المجاني اذا بالنسبة ل هذا اللوائح اخواني اللي يوجهون حاليا لما تخصو يبدو التكوين دي لهم في 11 و 12 اما بالنسبة الفيديو السابق اللي انا اضطيت في القناة اللي هو يخص لوائح دي الشهر سعود و الشهر 10 فان التسجيل انتهى في هذا المعدد اللي هو في معدد بن حمد والان لوائح دي 11 12 و 12 اللي هما غادي يبدو التكوين في هذا المعدد وبالنسبة للمعلومات هما هادو تواصلوا بهذا الرقم هذا اللي هو كيف يبن لكم امامكم اللي هو خاص بالجمعية المغربية انجاد اللي هي تكلف بات التكوين هذا وتجاهل اخص ضرور يكون عن طريق هادو الجمعية هادو بغيتوا تسجلوا بغيتوا تسجلوا وليدتكم بغيتوا تسجلوا لأولاد دي معهات الجمعية اللي هي الجمعية المغربية انجاد هي اللي غادي تسجلوا عن طريق دي لها ومنسبة للشباب اللي هما غايت تسجلوا عن طريق هاد الجمعية هادي آآ اللي هي توفر لكم لأ يعني المجموعة من المميزات وتكون أولا السكن يعني الوليدات دي لكم غادي يسكنوا في هاد اللي في الداخلية خاصة والتكوين كذلك بالمجان وهذا المدة اللي غادي تدوز كلها هي اللي غا تكلف بهذا الجمعية اللي غا تكلف بهذا المصاريف كلها إذا بنسبة للشباب اللي عندهم السن ما بين 18 سنة حتى 35 سنة ذكور وإينات وكذلك المستوى الدراسي اللي يبدأ من السادس ابتدائي حتى فما فوق يتسجلوا في هاد التكوين هدا اللي هو فرصة للشباب باش تحصلوا على من طرف الدولة من طرف الدولة في في هاد المجال دي الزراعة والبستنة وهاد شي اللي كان اخواني بالنسبة للفيديو دي اليوم المعلومات هما هادو بغيتوا مازال المزيد من المعلومات تواصلوا مع الرقم اللي يبلكم أمامكم إذن حاولوا أنكم تبرتجوا هاد الفيديو هدا باش يوصلوا لعدد دي الناس ويستفدوا الشباب كنتمنا لكم التوفيق ما تنسوا تضغطوا لزر اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر جرس باش توصلوا بكل جديد دون تفير رعاة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة